الاهل العظيم الاهل الكبير كل يوم فيه انجازات داخل النادي الاهلي كل يوم فيه تطوير كل يوم تاريخ جديد بيتكتب بحروف من دهب اقتربت ساعة الحسب بافتتاح فرع الاهلي الجديد او مقر النادي الاهلي الجديد بالتجمع فخر كل المصريين وفخر كل الاهلوية ام يا اهلي شوف ولادك والجنود ام يا اهلي شوف ايات النصر في كل الاهود انت دايما انت دايما في الامام ام يا اهلي هو النشيد الرسمي للنادي الاهلي المصري قام بكتابته فكري باشا ابازة عام 1957 وقام بتلحينه محمود الشريف وقد عرف بمناسبة العيد الذهبي للنادي الاهلي وهو مستوحى من نشيد ام يا مصري النشيد الوطني لثورة 1919 دي حاجة تاريخية بسيطة جدا ولكن اول ما جات الكورونا في مصر الكل تخيل ان في ظل هذه الازمة الكبيرة جدا النادي الاهلي سيتوقف عن امور كثيرة زيه زي بقى او معظم الاندية ولكن اصرار مجلس ادارة النادي الاهلي خلال الفترة الاخيرة على ان يكون هناك او ان يبدأ ويكون هناك مقر رابع وخامس للنادي الاهلي في التجمع الخامس واسرار مجلس ادارة النادي الاهلي على ان يكون هذا المقر في ظل اول ميزانية او اكبر ميزانية يشهدها النادي الاهلي خلال الفترات الاخيرة يعني تخيل حضرتك انت بتتكلم طبعا دي بعض اللقطات النهاردة من زيارة كابتن محمود الخطيب واعضاء مجلس ادارة النادي الاهلي لمقر النادي الاهلي في التجمع الخامس كابتن محمود الخطيب كان متواجد الاستاذ خالد مرتجي امين السندوق كان متواجد المهندس سامح كان متواجد كل المجموعة الحقيقة كانت طبعا المهندس سامح مستشار الهندسي لمجلس ادارة النادي الاهلي كان موجود وايضا كان الاستاذ طارق انديل والاستاذ محمد سراج ودكتور سعد شلبي المدير التنفيذي للنادي الاهلي كانوا متواجدين النهاردة في هذه الزيارة الهمة جدا 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 بس انا بتكلم مع حضراتكم او وحضراتكم بتتفرجوا على هذا الحدث التاريخي اللي حضراتكم شايفينه حاجة حلوة جدا وحاجة رائعة زي ما حضراتكم شايفين الكابتن محمود الخطيب اول حاجة طبعا بنزورها بيكون المسجد كابتن محمود بيدخل المسجد علشان يشوف اهم الانجازات او اهم الامور اللي حصلت داخل مسجد المقر النادي الاهلي في التجامعة الخامس ولكن عايز اتكلم مع حضراتكم في حاجة مهمة جدا تخيل حضرتك ان ميزانية النادي الاهلي في ظل الظروف الصعبة جدا 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 اللي بيمر بيها مصر والعالم العربي والعالم كله في ظل الظروف الصعبة ما بين كورونا ومن بعدها الحروب اللي بتحصل حوالينا النادي الاهلي بيعمل لنا ميزانية 3 مليار وشوية وفيها مكسب 147 مليون وشوية فاذا كان هناك من يستحق التحية فيجب ان احنا نحيي مجلس ادارة النادي الاهلي على هذا الجهد الرائع والعظيم من حق حضرتك كعضو في الجمعية العمومية للنادي الاهلي او كعضو في الجمعية العامة للنادي الاهلي ان انت تفخر بهذا النادي الكبير العظيم كابتن محمود الخطيبة انا عندي جزء تاني هتكلم فيه عن الكابتن محمود الخطيبة النهاردة لانه مهم جدا جدا نرد ولكن نرد بطريقتنا على ما يحدث خلال الفترة السابقة على هذا الرجل الكبير والعظيم كابتن محمود الخطيبة ولكن خلينا نكمل بس من ضمن العظمة اللي بتحصل اللي حضرتكوا شايفينه ده بالفعل مقر النادي الاهلي في التجمع الخامس اللي حضرتكوا شايفينه ده صور حقيقية من جولة قام بها كابتن محمود الخطيبة ومعظم اعضاء مجلس الادارة اللي كانوا متواجدين اللي حضرتكوا شفتوها شفتوهم في الفيديو مبارح وكانوا حارسين على التواجد علشان يشوفوا اللي حضرتكوا شايفينه ده وإحنا كنا حارسين على ان احنا نصور هذه الجولة علشان نعرض لحضرتكوا اللي انتوا شايفينه ده كل اللي حضرتكوا شايفينه ده هي صور حقيقية وامور حقيقية موجودة على ارض الواقع تاريخ جديد بيكتبه مجلس ادارة النادي الاهلي في افتتاح مقر النادي الاهلي في التجمع الخامس ان شاء الله الافتتاح لم يتم الاعلان عن موعده ولكن ان شاء الله يكون قريب جدا نعلن لحضرتكم عن الافتتاح ولكن زي ما حضرتكوا شايفين ملاعب على اعلى اعلى مستوى حضائق للاطفال على اعلى مستوى مبنى اجتماعي حاجة فخر لنا كلنا جعلوية انا حواري بس لان انا اتفرجت على الفيديو ده كذا مرة حواري لحضرتكم كمان شوية المبنى الاجتماعي كابتن محمود كان واقف فوق والمبنى الاجتماعي شكله عامل ازاي حاجة كده في منتهى الجمال والروعة وتصميم رائع اندلف انه يدل على عظمة النادي الاهلي وعظمة اللي بيعمله مجلس ادارة النادي الاهلي وانحنا حنعمل كده حنعمل ملاعب تنس زي ما حضرتكوا شايفين حنعمل ملاعب كرة قدم زي ما حضرتكوا شايفين حنعمل مقر للنادي الاهلي في التجمع الخامس في ظل هذه الظروف الصعبة وحنعرض على الجمعية العمومية الميزانية بتاعتنا ميزانية هي الاضخم في تاريخ الاندية المصرية والعربية 3 مليار وشوية وفيها مكسب 150 مليون جنيه تقريبا خلال الفترة السابقة زي ما حضرتكوا شايفين صور رائعة لمجلس ادارة النادي الاهلي الكل متواجد والكل كان حريص على التواجد النهاردة علشان يتفرجوا على اللي اتعمل في مقر التجمع الخامس دكتور سعد الشلبي زي ما حضرتكوا شايفين بيشرح لكابتن محمود الخطيب كل الامور الخاصة بمقر التجمع الخامس حاول الشباب تجيبولنا دكتور سعد معنا طيب بسأل خير يا دكتور سعد ازاي حضرتك يا فندم أنا عارف ان انت عندك بكرة حاجة ضرورية جدا الصبح وبالتالي يعني اولا بعتذر ان حضرتك معنا في وقت متأخر ده اولا ثانيا انا حابب ان انا بس اشكر حضرتك واشكر كل مجلس ادارة النادي الاهلي باسم جمهور النادي الاهلي الكبير الحقيقة على هذا الجهد المبزول في ظل كل التحديات الكبيرة اللي بيمر بها الوطن العربي ولكن ميزانية هي الاضخم وان شاء الله افتتاح مقر اعتقد حيكون الاكبر والاهم في مقرات النادي الاهلي